وصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من التطبيق السليم للقيمة المضافة حيث تم تفتيش 40 محلا ومنشآت تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين وأسفرت الحملات عن رصد 18 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وبناء عليه فأن الجهاز الوطني للإرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة